بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة الأهم في سلسلة زيارة للهند كل اللي حكنا عنه قبل كده من مظاهر الدين والفلسفة والحداثة والتاريخ والنهضة والسياسة وقدر التنوى والاختلاف بدالي انه كل اللي قلناه مستند على ومعتمد على الفلسفة الهندية في رؤيتها للحياة الفلسفة الهندية بتحكمها عشر مبادئ أساسية نخدهم على حلقتين حلقة الأولى المقدمة وخمس صفات أساسية والحلقة التانية عن الصفات الخمسة الأخرى الشعب الهندي انتقل إلى وادي السند قبل قرابة 1500 سنة قبل الميلاد وجاء على حضارة كانت قائمة في وادي السند بعد 1500 سنة من إقامة الهنود واحتكاكم بمواطنين منطقة السند تم كتابة أول كتاب تأسيسي في الدين الهندوسي والفلسفة والفكر الهندي بيسمى كتاب الفيدا وكتب منذ 1500 سنة قبل الميلاد هذا الكتاب ما زال فاعل ومستمر وتلاه خمس كتب شارحة على النص التأسيسي المكتوب في الفيدا الجيتا وإلى آخره من الكتب قرابة خمس كتب أساسية معتمدة تمثل صلب وفكرة الديانة الهندوسية ورؤية الهندوسية للحياة التي إلى الآن مؤثرة في السياسة الهندية والفلكدور الهندي والفن الهندي وبليود والرقصات والأغاني غالبا أنا لم أجد شعب متسق مع ما يعتقده من أفكاره مستمر إلى الآن مثل الشعب الهندي حتى يقول في علم الأديان الهندوسية هي الديانة الأقدم المستمرة إلى الآن منذ قرب 3000 عام وهي مستمرة إلى الآن بلا قطاع مثلا عكس مثلا الديانة الفرعونية أو غيرها في منطقتنا الإسلامية والعربية طيب الفلسفة الهندية عشان نكون مدركين يعني الأهم ملامحة من خلال طبعا أنا لأداءة عندنا مشخبري في فلسفة الهندية ولكن من خلال الطلاع وأيضا بعض الاحتكاك سواء معهم في الخليج وأيضا بالزيارة للمجتمع الهندي اللي أمت بها في أواخر 2017 الفلسفة الهندية مستندة على شيء أساسي جدا ورئيسي فكرتها أيمة على أن الحياة الأصل فيها المعاناة إن الحياة بنية على المعاناة وبالتالي كل سؤال لفلسفة الهندية هو كيف نقلل من المعاناة ونصل إلى ما يعرف بالسعادة ومن هنا ظهرت مدارة كثيرة جدا فلسفية ما هي المعاناة من أين تأتي المعاناة ما هي أسباب المعاناة ما علاقة الزات بالمعاناة كيف نحول المعاناة إلى سعادة المعاناة عندهم في الفلسفة الهندية بتنبع من أمر مهم جدا هو فكرة أني وجود فارق بين ما يكون عليه الإنسان وبين ما يطمح إليه إنسان فقير ومعدم وإمكانياته محدودة ويطمح يكون مليونير وإمكانياته لا تقوى على ذلك هذه الرغبة عندهم بتنشئ بيسموها بتنشئ المعاناة وبالتالي ألك المعاناة عشان نتجاوزها في طريقين لتجاوز المعاناة إما أننا نقاوم الرغبة في أن تتطلع إلى المأمول وإلى غير الموجود نخلي الرغبة تقل أو حتى نقدر نقاومها نهائيا أو أننا نحقق المأمول وبالتالي نردم الفجوة ما بين ما أنا عليه وبين ما أريده فإذن الصفة الأولى في الفلسفة الهندية أنها قائمة على فكرة مواجهة المعاناة والتقليل منها عبر تقليل من الرغبة أو عبر تحقيق المأمول الخبراء الفلسفة ويقولوا أن الفلسفة الهندية انحازت بشكل أكبر إلى فكرة مقاومة الرغبة وبالتالي هي مبنية على فكرة المقاومة للرغبات والرضى بالواقع الموجود ومحاولة التعايش معها دي كانت الصفة الأساسية الأولى لأي حد عشان تفهم الهند فلسفية ما تكتفهم أنها بنيت على أساس مقاومة ومواجهة المعاناة طب علاقتها بالفلسفة الإسلامية هل ممكن فيه تقاطع أنا ما قلت هذا المعنى الواحد أزهري قال لي والله الكلام صحيح يعني رب نقول في القرآن خلق الإنسان فيه كبد أي فيه معاناة المهم بهذه الصفة الأولى التأسيسية للفلسفة الهندية الصفة الثانية في الفلسفة الهندية أن الفلسفة الهندية يعتبره من قياس نجاح أي فلسفة هي في نجاحها في تحقيق النتائج على الأرض يعني هل تطبق الفلسفة دي قادرة على إسعاد الناس والمجتمع ولا لا وبالتالي هم قياس الفلسفة الهندية مختلف عن قياس الفلسفة الغربية الفلسفة الغربية أيمة على المحجة وعلى عدم التناقض فلسفة الهندية قيمة على الإجراء أنها تقدر تحقل الناس سعادة في الأرض وبالتالي هم مهتمين جدا بنتائج الفلسفة وليس بالحجاج الفلسفي الفلسفة الهندية التالت صفة ثالثة فيها أيما على أني الزات وكل إنسان مسؤول أن يخد تجربته الشخصية في تحقيق السعاد. فكل شخص له وسائله سواء بقى بيصلي بيعمل يوجا بيكلش بياكل. فتركت لكل شخص أن يبدع مصارا في مقاومة المعاناة وبالتالي لا تجد هناك إنكر على حد. هم معترفين أن كل شخص حر في أن يخد تجربته في التخلص من المعاناة. فما فيش مصطرة وحدة للصواب والخطأ أو للحق والباطل كل إنسان في الفكر الهندي هو مخول أنه يخط مصاره الروحي في مواجهة المعاناة. وبالتالي من هنا أحد نقاط التسامح. الحاجة الرابعة أنه ما فيش انفصالينك بين الفلسفة والدين والاقتصاد. الحقول المعرفية في الحالة الغربية الثقافة الغربية بينها تميز. مثلا الاقتصاد لوحده السياسة الوحدية علم الاجتماع لوحده. هناك في الهند تجد الفلسفة متخللة الدين متخللة الاقتصاد متخللة الرؤية للحياة حتى تقسيم طوائط المجتمع هو خاضع للرؤية الفلسفية الكبرى للهند. الصفة الخمسة فلسفة الهندية تؤمن بوجود عدالة أخلاقية مطلقة بتقول إن الكون بني على عدالة أخلاقية مطلقة ودور نحن تحقيق والسعي إلى العدالة. فديكت أهم خمس صفات أولية عن الفلسفة الهندية أعتقد فهمهم طبعا وفيه متفاصل كتيرة أعتقد لا أسمح الوقت الحلقة الجاية إن شاء الله بنكمل الصفات الخمسة الأخرى المميزة للفلسفة الهندية شاكر وقتكم وصبركم ومطابعتكم